تتفائل الأمم المتحدة بمخرجات محادثات الخمسة زائد خمسة الليبية ومن بينها التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخروج القوات الأجنبية من البلاد خلال تسعين يوما فضلا عن فتح المعابر البرية والرحلات الجوية بين الشرق والغرب مع هيكلة حرس المنشآت النفطية وتبادل الأسرة ووقف تحرط تفاؤل ساد أجواء محادثات طرفي الأزمة الليبية قد يفضي لمسار سياسي أكثر استقرارا بعد توقيع الطرفين سلسلة اتفاقات مبدئية في سبيل تسوية الأزمة ولقي تجاوب الوفدين العسكريين في الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة ترحيب بعثة الأمم المتحدة في طرابلس الجانبان من اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة يتطرقان إلى مسألة التبتبات للمنطقة الليبية الوسطى تمهيدا لاتفاق وقف إطلاق النار أود الإشارة هنا إلى أن الجولة الرابعة من المحادثات تأتي مع تطورات إيجابية كثيرة بما في ذلك استمرار الهدوء على الجبهات تتضمن الاتفاقات التي وقعتها اللجنة إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية وتسهيل التواصل بين المناطق بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين ومن المقرر أن يتم استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد أواخر الإسبوع الجاري في مسألة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية في أول جولتين لهذه المحادثات توصل الطرفان بسهولة إلى توافق بشأن ذلك حيث أنه عند التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار ينبغي على كل العناصر الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد في غدون تسعين يوما تحت إشراف الأمم المتحدة كما اتفق الطرفان على مواصلة التهديئة الحالية على جبهات القتال وتجنب التصعيد العسكري واتخاذ خطوات من شأنها إعادة هيكلة حرس المنشئات النفطية لضمان استمرار تدفق النفط ووفقا للاتفاق فإن وفاء الطرفين بالتزاماتهما سيفرضوا واقعا جديدا في ليبيا بحسب وليامز وسيتعين على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد ضمن مدة زمنية محددة تأمل وليامز أن تحضى البلاد بوقف دائم لإطلاق النار لكنها لم تتطرق لكيفية خروج القوات الأجنبية الداعمة لطرفين نزاع روسيا ومرتزقة فاغنر التابعة لها في شرق البلاد مع الجيش الوطني بقيادة حفتر وتركيا والمرتزقة السوريين مع حكومة الوفاق في طرابلس ومدن الغرب الليبي ما يضفي توترا يظل حاضرا في المشهد وقد تقلب تلك القوات المعادلة في أي لحظة إلى بنغازي الدكتور عاطف الحاسي عضو تكتل المدن الديمقراطي ومحمد شبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية ضيفي من طرابلس أهلا بكم ضيفي الكريمين دعونا نستهل هذا الحوار هل نجحت خمسة ذائد خمسة فيما فشلت فيه كل المحاولات الأخرى للحوار أو التقارب؟ أبدأ معك دكتور عاطف مساء الخير سيدي مساء النور أعتقد من المهم أن يكون الحديث على خمسة ذائد خمسة بأنها هي المسار العسكري الأمني من داخل عملية برلين التي قررت الأمم المتحدة أنها ربما سترى الحل أو سترعى الحل في ليبيا لجنة خمسة ذائد خمسة هي لجنة عسكرية أمنية تختص بترتيبات الأمنية والعسكرية في فضل اشتباك ما بين الأطراف وتحديد خطوط التماس وتبادل الأسرة والجثمين وفتح الخطوط وفتح خطوط الجوية والطرق وغيرها يبدو بأنها التزمت بهذا الوصف لها وبذلك حققت بعض المخرجات المهمة في عملية التسوية الشاملة في ليبيا أعتقد بأن خمسة ذائد خمسة ربما رأى نجاحا جديدا في الغردقة وربما توجت هذه النجاحات في اجتماع جنيف اليوم ونحن عندما نتكلم عن خمسة ذائد خمسة كما ذكرت حضرتك دكتور عاطف نتكلم عن حوار عسكري بحث بين عسكريين جنودهم كانوا يتقاتلون في الميدان هل هذا هو بيت الحقيقة في الأزمة الليبية إنه إذا حلت المشكلة الأمنية فإن السياسية ستكون أهيا دكتور أعتقد في نظري أن الأزمة الليبية مركبة ومعقدة ربما أصعبها وأكثرها تأثيرا على الشعب الليبي هو بكل تأكيد الحرب ما بين الأشقاء الليبيين لجنة خمسة ذائد خمسة بعد الوصول إلى اتفاقات سياسية ربما لم يكن لها الشعفية الكافرة لدى الليبيين ولكن بالفعل هناك اتفاقات سياسية ما بين الدول داعمة لأطراف الليبية أيضا خمسة ذائد خمسة سيعكس بكل تأكيد إرادة الإرادة السياسية للأطراف المتصارعة بأن أول ما يمكن فعله هو فك فتيل الأزمة بفك فتيل الفتنة والاتفاق على إخراج القوات الأجنبية بكل أشكالها على كل اتراب الليبي أشركك في الحوار سيد شوبار ذات الإطار نجحت خمسة ذائد خمسة فيما لم تنجح فيه محاولات أخرى كان طابعها سياسي ودبلوماسي بداية تحية طيبة لك وضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين أهلا بك طبعا جلسة مجلس الأمن الأخيرة والإجماع الدولي الذي حدث في جلسة مجلس الأمن الأخيرة أعتقد أنها خلقت بيئة وأرضية جيدة لخوض كل هذه المفاوضات سواء كان على المستوى المسار الدستوري أو المسار الأمني والعسكري وكذلك أيضا مسار الهيئة السلطة التنفيذية الجديدة أو حتى ما حدث في مدينة البوزنيغا المغربية فيما يتعلق بمسألة الاتفاق على توحيد المؤسسات كل هذه المسارات الحقيقة كانت أرضيتها نابعة أساسا من اتفاق وإجماع دولي عن مسألة وقف التدخل الأجنبي وهذا الحقيقة خلق جو مناسب للعقد كل هذه الاتفاقات في وقت وجيز وفي حقيقة زمن ووقت متناهي بشكل كبير جدا اليوم ما يحدث في مدينة جنيف خير دليل على ذلك تم الاتفاق على نقاط مهمة جدا كانت محل حقيقة خلاف طيلة فترة السنوات الماضية ومن أهم هذه الاتفاقات هي مسألة فتح الطرق وأيضا المطارات وهذا الحقيقة سيأخفض حجم المعاناة بشكل كبير جدا أمام المدنيين لماذا نجحت خمسة زاد خمسة لما فشلت فيه محاولات أخرى دبلوماسية وسياسية أعتقد أن حتى النجاحات الدبلوماسية السابقة هي مسألة الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق أيضا على مسألة توحيد المؤسسات وبالتالي أعتقد أن هذه المسارات المتوازية حققت نجاحات كبيرة جدا على مستوى وسيادة الدولة الليبية من خلال وقف التدخل وتوحيد المؤسسات وبالتالي وخير دليل على ذلك أن هناك اليوم اتفاق حول توحيد جهاز مهم وهو جهاز حرس المنشآت النصية هي نقطة وضيفة إلى المشاورات بموافقة الطرفين في ليبيا هو عصب الحياء والعمود الفقري في الاقتصاد الليبي في ليبيا نعم أنا ما عنيت أن هذه الأشياء البسيطة حتى وإن لم يتم تنفيذها على الأرض حتى اللحظة لم ترى النور ولكن أن يتم الحديث عن نقاط كانت من المستعصيات ربما مسألة النشآت النفطية مسألة الوجود الأجنبي ويأتي عبر النافذة الأمنية النافذة العسكرية الخمسة زائد خمسة ألا يعطيك فكرة هذا سيد شبار عن أن مسار الحل في ليبيا يجب أن يتقدمه المسار العسكري أنه إذا اتفق العسكريون من الهيين اتفاق السياسيين بالتأكيد الاتفاق العسكري والأجهزة الأمنية تعتبر رافضا مهم جدا في مسألة الوصول إلى حل سياسي وهذا الحل يجب أن يكون حل سياسي شامل لكل هذه النقاط باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية هي من ستعمل عن كل هذه المخرجات وأيضا باعتبار أن ليبيا لأحد هذه اللحظة تحت طائلة الفصل السابع فبالتأكيد تحتاج هذه المخرجات إلى قرار من مجلس الأمن وهذا القرار بالتأكيد يحتاج إلى إجماع دولي حولها أعتقد أن مسألة وقف التدخل الأجنبي اليوم باتت محل تنفيذ وأخير دليل على ذلك أن كل هذه المفاوضات لم يحضرها أي سفير من الدول التي تدخلت في الملف الليبي التي قدرت بحوالي أكثر من ثلاثة عشر دولة سأعود إلى هذه النقطة خلال هذا الخوار سيد شبار ولكن دعني أقف معا دكتور عاطف عن عنوان قد يكون جذاب ويلخص حل المشكلة الليبية الخروج المقاتلين الأجانب خلال تسعين يوما ثلاثة أشهر هل هذا ممكن دكتور هو بإرادة هذه الدول التي تدخلت في الشأن الليبي بكل تأكيد سيكون لها الدور الأكبر والأهم في خروج هؤلاء لأن الخروج إما إجلاعهم بطريقة عسكرية وهذا لم يحدث أو بأمر من من أتى بهم في المرة الأولى أعتقد بأن الدول التي تدخلت في الشأن الليبي بشكل مباشر على الأرض أصبحت لديها ورقة تلعب مع الدول الأخرى الغير معنية في الشأن الليبي الغريب بأن هذه الورقات ربما ستكون ورقات اقتصادية أو ورقات سياسية أو حتى ورقات استراتيجية ولكن الملف الليبي اعتبر بطريقة أخرى ممرا لنقاشات أكبر بكثير في سوريا وشرق المتوسط وربما حتى أوكرانيا العالم أصبح قرية حتى في الاستراتيجيات أعتقد بأن الدول المتدخلة تناقش هذه الملفات بمجموعها ولا تناقش الملف الليبي على حدة وبالتالي كل من تدخل في ليبيا خرج منها بورقة سياسية يريد نقاش إما حليفا له في النيتو أو حتى خصفا له قديم في الحرب الباردة يعني ولكن دكتور إذا وضعنا هذا السؤال عندما نتحدث عن الوجود الأجنبي داخل ليبيا فنحن نتحدث عن من قد تكون الإجابات مختلفة نعم بكل تأكيد التدخل الأجنبي في ليبيا كان ولازال بصورة ليس بالتدخل المباشر إلا ربما من الجانب التركي لأنه أعلن عليها بشكل مباشر متذرعا بمسألة الاتفاق الأمني والعسكري ما بينه وما بين حكومة الوفاق أما الدول الأخرى ربما تستحي في أنها تكون متدخلة بشكل مباشر ولكن هددت حتى الأتراك يمكن أن يقولوا هذه حجتهم أنهم ليس من الصائب وضعهم في خانة التدخل الأجنبي لأن لديهم اتفاقية أمنية موقعة مع حكومة الوفاق مسألة قانونية الاتفاقية من غيرها أعتقد هي محل كثير من النقاش لم تعتمد من الأمم المتحدة لم تعتمد من البرلمان الليبي ولديها الكثير من المثالب ولديها الكثير من المعارضين حتى من داخل الشعب الليبي من المعسكر الوفاق نفسه هذه الاتفاقية كانت لغرض معين ربما أتفاهم أتفاهم خوف من قام بتوقيعها للتهديد المباشر على وجوده في تلك الجغرافيا ولكن هذه الاتفاقية ستبقى فعلا محل تحدي كبير للحكومة الوحدة الوطنية وتحدي كبير أيضا في الدبلوماسية الليبيا مع كل دول متوسطة وغيرها المتدخلة في الشأن الليبيا 90 يوما سيد شبار هل هي كافية هل هي منطقية واقعية لخروج القوات الأجنبية والتدخل في شأن الليبيا أعتقد أن التسعين يوم التي حددت هي زمن طويل الحقيقة لمسألة خروج كافة المقاتلين الأجانب من كل الأطراف الآن المتواجدة في ليبيا كل هذه المقاتلين الأجانب هم قريبين من قواعد جوية باستطاعة كل هذه الدول إخراجهم ربما في غضون أيام فقط لا تتعدى الحقيقة الشهر الواحد وبالتالي أعتقد أن التسعين يوم هي براح طويل لكل هذه الدول التي تدخلت في الشأن الداخلي في ليبيا وأعتقد أن هناك أيضا اتفاق دولي فيما يتعلق بمسألة خروج المقاتلين الأجانب وكذلك أيضا مسألة حضر السلاح وهذا ما أصفر عنه نتائج مؤتمر برلين 2 التي تم التأكيد فيها على كل مخرجات مؤتمر برلين 1 أعتقد أن الفسحة اليوم مناسبة لربماع إلى إعادة النظر وإعادة التفسير وإعادة أيضا التعامل مع دولة وضرورة خروج القوات الأجانب ولكن من هم من هؤلاء طبعا القوات الأجانب هم الذين لا يحملون جنسية ليبيا هم الذين لا يحملون أرقام وطنية ليبيا وتدخلوا سواء كان من خلال تدخلات جاءت عبر دول أو عبر شركات وبتأكيد هذه الشركات تأكيد تنتمي إلى دول أو لجهزة مخابرات أجنبية وكذلك هناك بعض المقاتلين الأجانب أجانب الذين تسللوا من خلال المنافذ البرية والمنافذ الجوية إلى ليبيا نتيجة طبعا لهشاشة الأجهزة الأمنية في ليبيا في شرق البلاد وغربها وبالتالي أعتقد اليوم الحديث عن أي مقاتل لا يحمل الجنسية الليبية يجب على كل هؤلاء الخروج من الدولة الليبية لسبب واحد هو لخلق استقرار وليفرض الأمن وليوضع أيضا السلاح تحت سلطة الدولة وهذا يحتاج الحقيقة إلى تضافر كل الجهود الوطنية والشخصيات الوطنية من أجل بالفعل الانطلاق نحو مسألة إعادة الإعمار وإعادة البناء في ليبيا خروج القوات الأجانب عندما نتحدث عن جنود ربما أو مرتزقة مع فضفاضية هذا العنوان لا يعني بالضرورة أن لا تقف دولة معينة ضد طرف أو مع طرف ضد الطرف الآخر بأي دعم عسكري كان لا أعتقد اليوم جيد أعتقد أن اليوم النظرة إلى ليبيا اختلفت بشكل واضح وكبير جدا ونحن نتحدث عن صراع دام لفترة التسعة سنوات هناك إجماع اليوم على مستوى دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأيضا حتى الدول التي تدخلت وقدرها حوالي تقريبا 13 دولة تم تأييد مسألة وقف التدخل ومسألة خروج أيضا المقاتلين الأجانب وهذا التأييد أعتقد أنه كان تأييد واسع وكبير جدا خصوصا من الدول المتاخمة لليبيا التي لها حدود برية مع ليبيا أيضا حتى الحدود البحرية هناك تعاون دعني أقف مع دكتور عاطف في كلمة خيرة ربما هي هذه النقطة إذا تم الاتفاق ما بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي فقد تحل المشكلة دكتور عاطف دعنا نتكلم عن الليبيين الخدمات البترولية ستعود ما بين الشرق والغرب الحدود أو المعابر ستفتح كذلك الرحلات الجوية ما الذي يعني هذا بالنسبة للمواطن الليبي البسيط الذي خرج في أكثر من مناسبة يحتاج على انقطاع الكهرباء يحتاج على شحي الوقود يحتاج على الضائق الاقتصادية كيف سينعكس ذلك على حياة المواطن الليبي دكتور عاطف وبكل تأكيد الفترة السابقة أصبح من الصعب جدا أن يوصف أي نوع من الخدمات حتى بالجيد كل الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى الليبيين سيئة للغاية وبالتالي أيضا زد على ذلك هو استنزاف لكل مدخرات الليبيين في كل هذه السنوات السابقة من الكساد الاقتصادي ضف على ذلك الجائحة الكورونا فهي عوامل بصراحة أصبحت من الصعب جدا أن يبقى معها اقتصاد سواء محلي أو حتى قومي في ليبيا وكل هذه الأخبار أخبار جيدة بالنسبة لحياة الليبيين طال انتظارهم ولكن الليبيين يتفاؤلون بحذر مع كل هذا الحراك لأنهم مرارا وتكرارا خذلهم المجتمع الدولي خذلتهم الأمم المتحدة خذلهم حتى من نصبوهم قاد بعد ثورة فبراير للأسف نحن ليس لدينا كامل الثقة لا في الشخص ولا في المؤسسات ولا حتى في الدولة فمن الصعب جدا قياس ما هي ثقة الليبيين في هذه العملية ولكن أرى على ما أراه في الشارع الليبي بأن بلغ سيل الزبا في كل مناحي الحياة في ليبيا فالكل يريد ومن أسقط طاغية يستطيع أن يسقط طاغية أخرى دكتور أعتقد الطاغية الأكبر لدى الليبيين الآن هو طاغية الفساد الفساد المستشري في كل هذه الحكومات في ثقافة الرجل الحكومة أو مرأة الحكومة بثقافة الإنفاق الحكومة أنا لم يقل الكثير دعني أعطي الكلمة الأخيرة لسيد شبار عفوا سيد شبار كيف سينعكس هذا على حياة الليبيين باختصار دقيقة ونصف طبعا سيكون الحقيقة للمرحلة القادمة العكسات إيجابية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بمسألة تحسين الخدمات وأيضا حتى على تحسين مستوى المعيشي للليبيين خصوصا أن هناك الحقيقة وخصوصا مناطق الجنوب تعاني الحقيقة من عوز معيشي كبير جدا على مستوى الوقود على مستوى أيضا الطاقة على مستوى الغاز الكهرباء الشح السيولة كل هذه الأشياء بالتأكيد بعد فتح كل هذه الطرق سيكون لها انعكسات إيجابية ستؤثر إيجابا على المستوى المعيشي لليبيا الليبيون اليوم ينتظرون بشغف نتائج هذه المباحثات وينتظرون بشغف أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية تسعى إلى تحسين الخدمات إلى مكافحة للأرهاب إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية والشرطية إلى أيضا بناء شراكات اقتصادية واسعة مع كل الدول التي تريد لها رغبة في إعادة البناء وإعمار ليبيا من خلال دخول شركات كبرى تسعى إلى إعمار ليبيا وبالفعل أخذ ليبيا موقعها الصحيح في منطقة حوض البحر محمد شبار المتحدث باسم مبادرة القير وطنية الليبيا شكرا ودكتور عاطف الحاسي عضو التكتل المدن الديمقراطي شكرا لكم اشتركوا في القناة